وقع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي خلال زيارته دمشق اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين تهدف إلى تعزيز البنى الدفاعية والتي ستسمح بمواصلة التواجد والمشاركة الإيرانية في سوريا حسب ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية ووضح حاتمي أن أهم بند في هذه الاتفاقية هو إعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية وذلك خلال زيارة تستمر يومين التقى خلالها رئيس النظام بشار الأسد اشتركوا في القناة